توفيت الفنانة المصرية دلال عبد العزيز حرم الفنان الراحل سمير غانم الذي توفي متأثرا بفيروس كورونا توفيت بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إصابتها بالفيروس يذكر أن الزوجين أصيب بالفيروس معا لكن الفنان سمير غانم قضى مبكرا أعلن الإعلامي المصري رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم ابنة الراحل الفنان سمير غانم وفاة حاماته دلال عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض الذي نتج عنه تلي فرئتها وإصابتها بنقص معدل الأكسوجين في دمها طيلة الأشهر الثلاثة الماطية ترك الزوجان إرثا فنيا كبيرا في العالم العربي حيث كانا من أشهر الممثلين في جمهورية مصر العربية رحم الله الزوجين وأخلدهم في جناته وغفر لهم وألهم ذويهم الصبر والسلوان وتغتنم دولة الصومال من خلال قناة أن تقدم أحرة عزي للعالم العربي ولأسرة الفقيدين راجين من الله أن يدخلهم الجنة مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وإنا لله وإنا إليه راجعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة